يشكل وضع المتعلقات الشخصية في الجيب حملا ثقيلة ما دفع السويديين إلى ابتكار حل ذكي لها إذ زرع ألاف السويديين رقائق في أستاذهم تغنيهم عن حمل بطاقات المفاتيح والهويات وحتى تذاكر ركوب القطارات وفادت وكلة الأنباء الفرنسية أن هناك ما يقرب من ثلاثة ألاف سويديين أدخلوا شريحة صغيرة في حجم حبة الأروس تحت الجلد وهي التكنولوجيا التي تم اعتمادها هناك منذ ثلاث سنوات وساعدت الشريحة المواطنين في السويد على استغنائهم عن استعمال مجموعة من ضروريات الحياة اليومية مثل بطاقة الدخول إلى صالة الجيم الرياضية وبطاقة مفتاح المكتب